قالت محكمة العدل الدولية إنها ستصدر حكماً غداً الجمعة بشأن طلب إفريقيا أو جنوب إفريقيا إصدار أمراً بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى رفح الفلسطينية على وجه الخصوص من أجل تأكيد على بقاء الشعب الفلسطيني ونددت إسرائيل باتهامات جنوب إفريقيا بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 قائلة إن القضية تستهزئ بجريمة الإبادة الجماعية ورفضت المحكمة من قبل طلب إسرائيل رفضت من قبل هذا الطلب الإسرائيلي بإسقاط القضية وأمرتها بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر